السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا تفسيرنا اليوم سيكون عن رؤية اللبان أو العلكة في المنام فتابع معنا أولا ما معنى رؤية اللبان أو العلكة للعزباء عندما ترى الفتاة العزباء في منامها أنها تقوم بمضغ اللبان دليل على أنها تعاني من الإرهاق والاكتئاب وتريد الإبتعاد عن الناس عند رؤية العزباء أن اللبان يخرج من فمها فأن ذلك يدل على انتهاء المشاكل التي تعيش فيها وأنها مقبلة على فترة جديدة في حياتها ستكون ناجحة ومستقرة رؤية التصاق اللبان في منام العزباء دليل على أنه شخصا من المقربين يدبر لها المشاكل والمكائم وإذا رأت العزباء أنها تقوم بمضغ اللبان في منامها دل ذلك على تمسكها بأمور غير قيمة ليس لها فائدة بالإضافة إلى قلقها النفس الذي تمر به وأنها تقوم ببزل المجهود فيما لا يفيد رؤية شراء اللبان في منام الفتاة العزباء يعني لقوع في بعض الأزمات والمشاكل في حياتها وقد تكون مشاكل أسرية أو مهنية وكناية أيضا عن حزنها الذي تعيش فيه تفسير رؤية اللبان أو العلكة للمتزوجة اجتمع أغلب أقوال العلماء في تفسير حلم اللبان للمرأة المتزوجة بأنها رؤية تحمل الكثير من الأصار السلبية فإذا رأت المتزوجة في منامها اللبان كان ذلك دلال على دخولها في الكثير من المشاكل مع زوجها وأنها سوف تسمع بعض الأخبار السيئة رؤية التصاق اللبان بملابسها فهي دلال على أن هناك شخص قريب منها يكيد لها ويدبر لها المصائب لو رأت المتزوجة في منامها أنها ابتلعت اللبان دل ذلك على أنها ستجمع الكثير من المال عما قريب وإذا رأت أنها ألقت باللبان في القمامة كان ذلك دليل على الهم والحزن الذي يصيبها ولكنها سوف تتخلص منه قريبا اللبان المر أو اللبان الضكر للمتزوجة دليل على سماعها أخبار غير صارة مضغ اللبان في حلم المرأة المتزوجة يشير إلى المشاكل بينها وبين زوجها شراء اللبان للمتزوجة يعني عدم استقرار حياتها الأسرية ووجود كثير من الخلافات فيما بينهما إذا رأى الرجل في منامه أنه يمدغ اللبان فذلك يدل على رغبته الجادة في كسب المال والسعي وراءه ولكن ستواجهه المشاكل والصعوبات وقد تدل أيضا على فعل محرم أو زنب وعندما يرى الرجل أن اللبان قد التصق بملابسه دل ذلك على دخوله في صراعات مع الآخرين وأن النصر سيكون حليفه عند سماع شخص آخر هو من يمدغ اللبان في ذلك دليل على أنه يراود بعض الأفكار السيئة تجاه ذلك الشخص الذي يرى إذا رأى الرجل في منامه أنه طرق بعض اللبان في أحد الأماكن كان دليل على خسرته للمال بقدر ما طرق من اللبان إذا رأى في منامه أنه يأكل المستكة أو اللبان المر كان ذلك دليل على مرضه وحكته لأخذ العلاج وذلك لأنهما يستخدمان في علاج بعض الأمراض مثل أمراض الجهاز التنفسي رؤية العلقة أنها تمضغها في المنام هو دليل على تعبها وإرهاقها نتيجة الحمل وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء متابعين الأحباء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته